ايب İnدونسيون لم يكد الإندونسيون يستفقون من صدمة الزلزال الذي ضرب مدينة بالو الأسبوع الماضي والسونام الذي أعقبه حتى ضرب زلزالان جديدان قويان جزيرة السومبا في جنوب البلاد خمس عفشة دقيقة فقط فصلت بين الزلزالين اللذين حُدد مركزهما على بعد أربعين كيلو مترا من سواحد الجزيرة الأول كان بقوة خمس درجات وتسعة أعشار على مقياس الرختر بعمق عشرة كيلومترات في المياه فيما بلغت قوات الثاني ست دراجات بعمق ثلاثين كيلومترا وفيما لم يتضح بعد إذا ما خلف الزرزالان ضحايا أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في البلاد أن حصيلة ضحايا بالو ودونغارا قد تجاوزت الألف والمائتي شخص بوشير بالفعل دفن نحو ثمانمائة شخص منهم في مقابر جماعية لمنع انتشار الأوبئة عندما نعثر على جاثمين لأشخاص توف منذ ثلاثة أيام تكون حالتها صعبة لذا يتعين علينا دفنها بأسرع وقت ممكن المشهد في المنطقة المنكوبة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ لمدة أسبوعين أشبه بخلية نحل فرق الإنقاذ تسابق الوقت للعثور على ناجين تحت الأنقاذ برغم نقص المعدات اللازمة للوصول إلى كل المناطق التي ضربتها الكارثة المزدوجة فيما يعمل المئات ضمن طواقم فنية وتقنية لإعادة الكهرباء إلى المناطق التي تعاني قطاع التيار منذ يوم الجمعات الماضي أما المنكوبون الذين أجبرتهم الأمواج العادية على إخلاء منازلهم واللجوء إلى الأماكن العالية والذين يقارب عددهم الستين ألف شخص فانقسموا بين باحث عن مياه نظيفة للشرب أو عن بنزين ومنتظر لتقديم بلاغ بأحبته المفقودين في أحد مراكز الشرطة التي استحدثت على عجل لمتابعة أوضاع الناس عن كثب ترجمة نانسي قنقر